الأنباء الواردة من بغداد حتى هذه اللحظة أنه هناك طائرات مسيرة تقوم بالقصف في منطقة المشتل وفي منطقة العبيدي ونحن نتابع الأخبار حتى هذه اللحظة وأيضا يقال في منطقة الشعب هذه اللغة وهذا الاستخدام طالما حذرنا منه وطالما قلنا واستنادا إلى وقائع قالها التاريخ وأثبتتها الأيام أن عمر السلاح ما حمى شعب وعمر السلاح ما خلق كرامة السلاح هي اللغة الأخيرة التي تلجأ إليها للحل سبا بغداد من الظهر المسيرات تفتر بيها حتى تقتنص من تريد ودائما بالحياة هناك فعل وردة فعل استبشرنا خيرا أن هذه الحكومة يجت وجابت شخص طيلة حياته بالدولة وبالحكومة ما باقي قلنا يا الله حس غلطة عثرة الوقت ما أسعفهم أم دعاء العراقيين بأن الله يمنع عليهم بواحد عنده قدرة وعنده رغبة ببناء الوطن المقدمات حتى هذه اللحظة تقول أن الرجل عنده رغبة أن يبني العراق بس يحتاج إلى مساحة ويحتاج إلى قوة قرار ويحتاج إلى وحدة قرار لكن القدر ما قدر عدنا من جديد لنجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الأمريكان وبين الإيرانيين لا الأمريكان يتعظون ولا الإيرانيين يتعظون ولا بالداخل يتعظ من أن يجعل العراق ساحة للقتال حتى وأن كنت تنتمي إلى هذا الطرف أو تنتمي إلى ذاك الطرف ما يجوز هذا الأمر أنت بلدك يجب أن تقدر مصلحته اللي عنده مشكلة مع الأمريكان واللي عنده مشكلة مع إسرائيل واللي عنده مشكلة مع الإيراني واللي عنده مشكلة مع الأمريكي ديج حدودكم وديج دولكم واخذوا ثاراتكم هناك أما أن تتفقوا لتصفية العراقيين بهذه الطريقة كل الأصوات يجب أن ترتفع بوجه هؤلاء وهؤلاء لماذا المسايرات الأمريكية تفتر بالعراق وتقتنص هذا وتقتنص ذاك هل سنحن إلى الآن من أعرف من المقتول بس بالمحصلة إذا عرفنا عنوان أو ما عرفنا عنوانه هو بالمحصلة العراقي وقد قتل لماذا وفرنا للإيرانيين أسبابا ليقتلونا ولماذا وفرنا الأمريكان أسبابا أن يقتلونا ولماذا وفرنا وهيئنا أرضية لكي تنتهى كرامة الدولة وشعب وحكومة وسيادة الدولة وحكومة من المسؤول عن كل هذا من الذي يجب اليوم أن يكون له قوة قرار في أن يحاسب وأن يحاسب بحق وبعدالة وبإنصاف متى سينتهي هذا المسلسل نتوسل بالإيراني نتوسل بالأمريكي نروح إلى المتحدة نروح إلى مجلس الأمن ويقولهم تعالوا انقذونا اللي ما عنده قدرة أن يحل في داخل بلده ما عنده قدرة أن يحل بره وذا ما يحترمك في داخل بلدك ويسمع قراراتك في داخل بلدك أيضا الخارج ما يسمعك يقول لك روح سلح بيتك ونفذ قراراتك على من ينتهك قراراتك وتعالي آن هذه القصة كلها يراد منها إضعاف الغراق ويراد منها تدمير الغراق والذين عملوا على هذا معروفين ماذا ننتظر؟ واليوم السيد رئيس الوزراء يقول في تصريح مهم لن نجامل على حساب العراق طيب هذا التصريح من أقوله أنا أنا منه يعني رجال على قولة المصرين كلمانجي لكن لما يقوله رئيس الوزراء يسمح قرار لذلك أكو تجاوز أمريكي اليوم وعندما تسأل أمريكي يقول لك أنت كتلتني وأني هم أكتلك حس متى ننتهي من هذه الأسطوانة المشهوخة وأنا في هذا البرنامج وخلال هذا الإصياح والإعياط والخطاب قلتها من زمان الصحوة عندما تأتي متأخرة تكون مؤذية ما يصير دائما نجرب بأبنائنا وبشبابنا ونمطيهم ينغدرون بهذه الطريقة المذلة لأنه فلان اعتقد ولأنه فلان قدر ولأنه فلان أمر الذي يأمر فقط على رقابنا وعلى رؤوسنا هو الوطن ومصلحة الوطن والاحتكام إلى مصلحة الوطن موسيقى موسيقى موسيقى